وصفة تبيض الوجه وتزيل الكلف والنمش من أول استعمال هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفتنا الزمان للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله سأتشارك معكم وصفة طبيعية أقل ما يقال عنها أنها سحرية في تبيض الوجه وإزالة الكلف والنمش باستخدام مكونين فقط فضلا وليس أمرا إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لكي نمر الآن بحول الله إلى التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بتبيض الوجه وإزالة الكلف والنمش فلدينا المكون الأول في هذه الوصفة وهو الليمون أو الحامض وستحتاجين إلى ربع كوب من عصير الليمون أو الحامض فالليمون أو الحامض جد مفيد وفعال لعلاج مشكل الكلف والنمش الذي قد يظهر بعد الولادة أو خلال فترة الحمل كذلك وأيضا الليمون أو الحامض فهو جد مفيد وفعال في تبيض البشرة بكفاءة عالية وأيضا يزيل البقع الدكنة والتصبغات ويقضي تماما على حبوب الوجه أو حب الشباب أما المكون الثاني في هذه الوصفة الخاصة بتبيض الوجه هو إزالة الكلف والنمش ستحتاجين إلى عسل طبيعي أو عسل النحل فتأكدي أختي الكريمة أنك تستخدمين عسل طبيعي أو عسل النحل في هذه الوصفة وذلك لكي تحصلين على نتائج سريعة وذات كفاءة عالية أي ستتخلصين نهائيا من مشكل الكلف والنمش وتبيض الوجه بالسخدام مكونين فقط في مدة قصيرة جدا وستحتاجين كمقدار من العسل أو عسل النحل الطبيعي ستحتاجين كمقدار منه إلى اثنين معالق كبيرة فالعسل كذلك يعمل على تبيض البشرة بكفاءة عالية ويزيل البقع الدكنة والتصبغات وآطار حبوب الوجه من أول استخدام وكذلك العسل مفيد جدا لعلاج الكلف النمش وذلك لأنه يحتوي على عدة مكونات تعمل على إزالة الكلف والنمش بكفاءة عالية بعد التعرف على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة استخدامها طريقة تحضير الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة تقومين بأخذ ربع كوب من عصير الليمون أو الحامض ثم تضيفين له من اثنين معالق كبيرة إلى ثلاث معالق كبيرة من عسل النحل الطبيعي ثم تقومين بخلط هذه المكونات جيدا حتى تتجانس وبعد ذلك تصبح الوصفة جاهزة لتبيض الوجه والقضاء ثماما على الكلف وأن نمش باستخدام مكونات فقط تقومين بتطبيق الوصفة على البشرة أي بشرة الوجه بالكامل وعلى الرقبة وتتركين الوصفة حتى تجف بالكامل وبعد ذلك يمكنك غسل الوجه بالماء الفاتر تكررين هذه العملية أو هذه الوصفة مرتين في الأسبوع إلى أن تحصل على النتائج المرجوة وأيضا يمكنك استخدام هذه الوصفة إذا كنت تعانين من مشكل حب الشباب أو حبوب الوجه وكذلك يمكنك استخدام هذه الوصفة لتوحيد لون البشرة فقط فهي جد مفيدة وفعالة في توحيد لون البشرة من أول استعمال وذلك لأن الليمون أو الحامض وكذلك العسل مفيدان جدا في توحيد لون البشرة من أول استعمال كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم الخاصة بتبيض الوجه وإزالة الكلف والنمش أتمنى أن تجربيها وأن تتركيلي في صندوق التعليقات أرأك واستفساراتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا عجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعم الفائدة ولكي مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفة تبيض الوجه وتزيل الكلف والنمش من أول استعمال هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفتنا الزمان للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله سأتشارك معكم وصفة طبيعية أقل ما يقال عنها أنها سحرية في تبيض الوجه وإزالة الكلف والنمش باستخدام مكونين فقط فضلا وليس أمرا إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك نمر الآن بحول الله إلى التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بتبيض الوجه وإزالة الكلف والنمش فلدينا المكون الأول في هذه الوصفة وهو الليمون أو الحامض وستحتاج إلى ربع كوب من عصير الليمون أو الحامض فالليمون أو الحامض جد مفيد وفعال لعلاج مشكل الكلف والنمش الذي قد يظهر بعد الولادة أو خلال فترة الحمل كذلك وأيضا الليمون أو الحامض فهو جد مفيد وفعال في تبيض البشرة بكفاءة عالية وأيضا يزيل البقع الدكنة والتصبغات ويقضي تماما على حبوب الوجه أو حب الشباب أما المكون الثاني في هذه الوصفة الخاصة بتبيض الوجه هو إزالة الكلف والنمش ستحتاجنا إلى عسل طبيعي أو عسل النحل فتأكد أخت الكريمة أنك تستخدمين عسل طبيعي أو عسل النحل في هذه الوصفة وذلك لكي تحصلين على نتائج سريعة وذات كفاءة عالية أي ستتخلصين نهائيا من مشكل الكلف والنمش وتبيض الوجه باستخدام مكونين فقط في مدة قصيرة جدا وستحتاجين كمقدار من العسل أو عسل النحل الطبيعي ستحتاجين كمقدار منه إلى اثنين معالق كبيرة فالعسل كذلك يعمل على تبيض البشرة بكفاءة عالية ويزيل البقع الدكنة وتصبغات وآطار حبوب الوجه من أول استخدام وكذلك العسل مفيد جدا لعلاج الكلف والنمش وذلك لأنه يحتوي على عدة مكونات تعمل على إزالة الكلف والنمش بكفاءة عالية بعد التعرف على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة استخدامها طريقة تحضير الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة تقومين بأخذ ربع كوب من عصير الليمون أو الحامض ثم تضيفين له من اثنين معالق كبيرة إلى ثلاث معالق كبيرة من عسل النحل الطبيعي ثم تقومين بخلط هذه المكونات جيدا حتى تتجانس وبعد ذلك تصبح الوصفة جاهزة لتبيض الوجه والقضاء ثماما على الكلف وأن نمش باستخدام مكونين فقط تقومين بتطبيق الوصفة على البشرة أي بشرة الوجه بالكامل وعلى الرقبة وتتركين الوصفة حتى تجف بالكامل وبعد ذلك يمكنك غسل الوجه بالماء الفاتر تكررين هذه الوصفة مرتين في الأسبوع إلى أن تحصل على النتائج المرجوة وأيضا يمكنك استخدام هذه الوصفة إذا كنت تعانين من مشكل حب الشباب أو حبوب الوجه وكذلك يمكنك استخدام هذه الوصفة لتوحيد لون البشرة فقط فهي جد مفيدة وفعالة في توحيد لون البشرة من أول استعمال وذلك لأن الليمون أو الحامض وكذلك العسل مفيدان جدا في توحيد لون البشرة من أول استعمال كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم الخاصة بتبيض الوجه وإزالة الكلف والنمش أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آراءك والسفصاراتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا عجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعم الفائدة ولكي مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته